حلاكم الله مشاهدين وفقرة حوارية جديدة مع المهندسة إسرائيل وزان عضو ورئيس لجنة المعارض في جمعية المهندسين الكويتية وراح تكلمنا عن الاحتفالية بيوم المرأة الكويتية في تنظيم لجنة المهندسات في جمعية المهندسين الكويتية حياة شاء الله المهندسة ومسألة لك بالخير الله يحييك شكرا استغلافتكم لي ببرنامج مسألة غيرية كويت يا حياة شاء الله أكيد مهندسة إسراء سعيدين جدا بتواجد معنا وأكيد رح نتكلم حول لجنة المعارض في جمعية المهندسين الكويتية بشكل أكبر بس شاشخ نشوف التقرير هذا ونرجع حياة شاء الله مهندسة إزراء بداية وودنا نتكلم عن لجنة الشعبات بجمعية المهندسين الكويتية الله يحييك لجنة الشعبات أسست عام 2004-2005 أسستها جمعية المهندسين نسبة لنا عدد المهندسات أكبر من المهندسين فأسست لهم لجنة خاصة حقهم الجمعية شنو هي أهداف هذه اللجنة؟ أكيد في لها أهداف معينة فأنا بنتعرف على هذه الأهداف أهداف لجنة المهندسات أن نتعزز دور المهندسة مهنيا وعمليا وتجمع تواصل المهندسات مع بعض في المجتمع حالو إذا بنتكلم على أعمال وأنشطة هذه اللجنة خلال العام أنشطتهم طبعاً لجنة المهندسات مختصة للأنشطة للسيدات فعلى مدار العام أول نشاط مهتم فيه هو يوم المرأة احتفالية يوم المرأة ثانياً عندنا أكتوبر الوردي متخصص في سرطان الثدي وعندنا لجنة ثقافية مهتمة بالأدب والشعر وهذه اللجنة من ضمن لجنة الشعر من ضمن اللجنة اللي هي زوايا فكرية زوايا فكرية نعم طيب في كل عام تنظم لجنة المهندسات في جمعية المهندسين الكويتية احتفالية بيوم المرأة الكويتية نبن تكلم عن هذه الاحتفالية طبعاً جمعية المهندسين تحتفل بهذا اليوم من 2015 هالسنة رح يكون مختلف عن باقي الأسنين رح يكون عندنا مشاركات من الدول العربية مثل مصر، الأردن، العراق ورح يكون أيضاً عندنا ورشة عمل قبل الفعالية بيوم للمهندسات جميل يعني في السابق ما كان في مشاركات عربية لا، هذه أول سنة يكون في مشاركات عربية وأغلبهم يكون وزارة سابقين أو نواب برلمان على أي أساس تم اختيارهم؟ على أساس بروسيجر معين يعني أنهم ماشيين عليه أن مختارين أنهم لهم مكانه في المجتمع حلو، متى رح يكون أو تكون هذه الاحتفالية والفعالية؟ رح تكون إن شاء الله تاريخ اثنين اثنين بقاعة شيخة سلوى الصباح ليش اخترت اثنين اثنين؟ هو هذا اليوم اللي أنتو حددتوا لي؟ لا، هو مو هذا اليوم مو هذا هو اليوم؟ لا، هو بشهر خمسة بس إحنا حطيناه بشهر اثنين أو بشهر فبراير تزامنا مع عياد الوطنية؟ بما أنه يتكلم عن المرأة الكويتية ويكون يوم المرأة يعني خصصته يوم المرأة الكويتية وانتكلم عن الجلسات اللي رح تقدمونها من خلال هذا اليوم وأيضا يعني من خلال استضافة يعني شخصيات سويتش قلتاي إن شخصيات فاعلة في المجتمع وانتكلم أكثر عن هذه المشاركات في هذا الاحتفال عندنا المشاركات طبعا من الكويت المكرمات رح تكون معنا دكتورة سعاد الصباح ودكتورة تهاني العدواني ودكتورة أنوار إبراهيم ومهندسة نياز خاجة ومهندسة مهل عسعوسي بذن الله محمي هذا اللي رح يأطون ورش ومحاضرات ورح يأطون فقط التكريم نعم إذا بنتكلم على ذكرتي بأنه فيه رح تكون ورشة رح تكون فيه ورشة حق المهندسات ومع المستضيفين هم من الدول العربية جميل جدا وهذه الفعالية أو هذه الاحتفالية خل نزميها إسراء فقط للمهندسات لا طبعا لجميع شرائح المجتمع أيضا للرجال يعني يوم الاحتفالية سنوات السابقة يكون فيه رجل متواجد معانا بالاحتفالية فيه رجال يعني القصد من السؤال هل فقط للمهندسات ولا في شتى المجالات شتى المجالات الدعوة عامة ولشتى المجالات الاحتفالية تحمل عنوان المرأة في مستقبل الرؤية الموية كلميننا عن هذا الشعار احنا اخترنا هذا الشعار تزامنا مع رؤية صاحب السمو 2020-2035 وكل سنة طبعا يتغير الشعار نعم جميل جدا إذا بنتكلم على حرص يعني تحرص دائما الجمعية وكوية ممثلة في لجنة المهندسات الكويتية فيما بينكم وبين الجمعية المهندسات الكويتية أيضا في تعاون مستمر نعم خلنا نتكلم على هذا التعاون هي اللجنة داخل لجنة المهندسات الشابات نعم داخل جمعية المهندسين نعم من ضمن جمعية المهندسين طيب كيف تساند هذه اللجنة كيف تساند دور المرأة بشكل عام في جمعية المهندسين جمعية المهندسين تساند المرأة بجميع المجالات سواء كانت محلية أو عالمية تساندهم في مشاركاتهم بجميع المجالات سواء كانت محلية أو عالمية جميل جميل جدا نرد نذكر مهندسة إسراء بأن هذه الاحتفالية راح تكون عامة ليست مختصرة على المهندسات راح تكون وين وبأي تاريخ؟ راح تكون بقاعة شيخ السلوى الصباح تاريخ اثنين اثنين إن شاء الله الأحد القادم فقط ليوم واحد؟ فقط ليوم واحد من الساعة كم؟ من الساعة سبع المغرب ليس ساعة متوقع عشر لما تنتهي لما تنتهي هذا اليوم حددت وانشطت هالمرة الخطة المستقبلية من متى راح تحددون البرنامج تقدر نقول حق السنانية؟ حق يوم المرأة القادم مجرد ما نخلص من الفعالية نحاول أن نرتب أمورنا نرتب الأفكار لليوم المرأة السنة المقبل نعم رب وفوكم إن شاء الله كل شكر لك مهندسة إسراء العفو حياكم الله أكيد متواصل معكم مشاهدينا ولكن من بعد هذا الفاصل